محبة فائقة لا يستطيع أن يستوعبها العقل أو يصفها يقول لكي تدرك بيتكلم عن الطول والعرض عن العلو والعمق لهذه المحبة البعد أو الأبعاد الأربعة لهذه المحبة التي تشمل كل الحياة وكل الكيان فهذه المحبة هي محبة فريدة محبة عظيمة جدا والرب يسوع المسيح هو مصدر هذه المحبة وهو مثال لهذه المحبة يقول كتاب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية والرب يسوع قال وصية جديدة أعطيتكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تعرف لما الكتاب قول انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة المحبة هو تعبير عن الإيمان الحقيقي للمسيحي من يبغد أخاه فهو قاتل نفس فإذا حب الانتقام أو عدم الغفران والمسامحة عملية قتل نفس وأيضا من لا يحب أخاه يبقى في الظلمة فهو بيسلك في الظلمة عايش في الظلمة ويبقى في الموت فترجمة الإيمان المسيحي هو المحبة